مهرجان مصارعة الثيران المثير للجدل في إسبانيا والمعروف باسم تورو دوفيغا أو ثور السهل أقيم هذه السنة تحت قوانين جديدة تمنع للمرة الأولى المشاركين من قتل الثور علنا بقرار من السلطات الإسبانية تعود جذور هذا المهرجان السنوي إلى 1534 سنة ويقام سنويا في مدينة توريديسيلس في وسط إسبانيا حيث كان الصيدون على ظهور أحسنة وراجلون مسلحون بحراب يطاردون الثور في غابات السنوبر الحدث الذي يعيدت تسميته الآن ليصبح تورو دي لابيينة أي ثور الصخر أصبح رمزا لمعارضي مصارعة الثيران وهو العرض الإسباني التقليدي في مهرجان هذه السنة جاء مئات من ناشطي حقوق الحيوان إلى توريديسيلس ليطالبوا بالحضر النهائي للمهرجان في حين لا تزال مصارعة الثيران ومهرجانات أخرى تتضمن مطاردة الحيوانات لا تزال شائعة في إسبانيا منها مهرجان الجري مع الثيران في سان فامين عبر الشوارع المحتشدة بسكان مدينة بامبلون الشمالية والسياح من مختلف دول العالم وها هو مهرجان مونسون هولي الهندي في مدريد يستقطب مئات الأشخاص المبتهجين بالتراشق بالمساحيق الملونة والماء لينتهوا إلى ملابس متعددة الألوان ويستمتعون بالرقص والقفز في حفلات الثقافة الهندية التي اجتمل عليها المهرجان وترافق مهرجان مونسون هولي مع إقامة حفلات سان كايتانو المحلية التي أقيمت في مدريد العاصمة الإسبانية وأعرب المشاركون في الاحتفال عن أمانيهم بأي عم الناس السلام والإزدهار وللأفاعي مهرجان في الهند يشارك فيه عشرات الآلاف من الهنود في معابد ولاية أوتار براديش يقام المهرجان المعروف باسم ناك بانشامي أو مهرجان الأفاعي كل سنة يشق المتدينون طريقهم من جميع المدن الهندية إلى المعابد في الصباح الباكر حاملين أوراق بلفا والأزهار والماء والحليب للأفاعي في مكان المهرجان طالبين للبركة كما يعتقدون المهرجان مكرس لأفاعي الكوبرا المهيمنة المذكورة في بوراناس وهي آثار وثقافات هندية متعددة